من بقى الملف ده كريم خلينا نروح لملف آخر بس ملف رائع بصراحة هو عن السكواش تحديدا وتصدرت في البطلة المصرية نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات في السكواش واحتفظت كمان مصر كده بأربع مراكز في قائمة الطاب تان نور الشربيني المركز الأول وبعد كده عندك نوران جوهر في المركز الثاني وبعد كده هانيا الحمامي في المركز الثالث نور الطيب بي المركز السادس كمان حافظ خلينا نقول البطل المصري علي فارق طبعا على صدارة التصنيف في الموسم الجديد واقتحم خلينا نقول كده وفعلا اقتحم كريم عبدالجواد قائمة الطاب تان لأنه هو ما كانش متواجد بعد احتلاله المركز العاشر شان يكون لمصر يا كريم خمس لاعبين في عشر أو في العشر أوائل وهم زي ما كنت بقول لحضراتكم عليهم يعني علي فارق التصنيف أول بعد كده ده على العالم أنا بكلم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي طبعا الرابع ومازن هشام السابع وطارق مؤمن التاسع وكريم عبدالجواد في التصنيف العاشر على العالم رياضة احنا متقلقين فيها بشكل كبير جدا عالميا ربما كمان لا ننافس على المستوى الدولي اتمنى وكبانى على صعيد السيدات والرجال اتمنى ان شاء الله ده يعمم انا مش عفق ايه سبب تقلقنا في السكواش تحديدا بس يعني في كل بلد مش مهيب من مهم ان احنا متقلقين بس فعلا السكواش مش من الرياضات خلينا نقول المرتبطة بتاريخك قوي يعني ملاش علاقة لكن احنا فعلا من الرياضات عندنا اللي احنا فيها واصلين للبيك او يعني متفوقين جدا هي السكواش رجال وسيدات اتمنى التجربة دي تعمم على الكل ربما هي يمكن واخد اهتمام كبير من زمان يا كريم ممكن ممكن السكواش كان حائز على اهتمام كبير جدا ودعم كبير كمان ماديا واهتمام من الدولة فعشان كده النتائج اصبحت بهذا الشكل مش عارفة بس يعني انا سعيدة ان احنا فعلا في رياضة ما متقلقين بهذا الشكل ومش بس متقلق انت لا تنافس ولما بتوصل اوقات لمطشاط عالمية بيبقى مصري قدام مصري دي برضو وبتحصلش كتير فيعني لا بجد برافو نتمنى ليهم كل التوفيق وبتحصلش كتير وبتسعد كل المصريين اللي بيتابعوا احنا الحقيقة عايزين نستنسخ النجاح المصري في ملف السكواش في كل الرياضات وطالما بيبقى فيه انعكاسات للدرجات دي طيبة لما تكون الدولة مهتمة برياضة من الرياضات وبتدعمها بقوة بتبقى دي النتيجة ان احنا بنقفل يعني الطوب تان على مستوى الرجال والسيدات على المستوى العالمي فيا سلام لما الكلام ده بقى يتوزع بالتساوي على كل الرياضات ان شاء الله نسعد بهذا الامر قريبا جدا